بخطوات بسيطة جدا بالإمكان احتراف تصميم اللوحات الكهربائية باستخدام AutoCAD الكهرباء في هذا الدرس راح نتطرق على أدوات جدا مهمة راح يكون لها تأثير واضح حتى يكون عملك مميز في تصميم البنال ليودي ففي هذا الدرس راح نتطرق على أهم الإختصارات وأهم الأدوات المستخدمة في AutoCAD الكهرباء حتى نستخدمها ضمن البنال ليودي هذا الفيديو راح يكون حسب طلب الأخ رأفة اللي طلب هذا الفيديو وهو أحد الداعمين والمنتسبين في القناة حتى تستفاد من الفيديو الرجاء متابعة الفيديو إلى النهاية وأيضا عمل لايك للفيديو بالإمكان دعم القناة ماديا من خلال ميزة تانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو أو من خلال الانتساب أو الانضمام في القناة للحصول على ميزات إضافية بالكورسات اللي ينقدمها في الدرس الماضي الخاص برسم لوحات السيطرة الكهربائية والبنال ليودي وصلنا إلى هذا الحد من تصميم هذه اللوحة فبالبداية راح نرسم هذا العنصر اللي هو فيوز 120 أمبير وهذه المفتاح أوكي فحتى نرسمه مثل ما تلاحظ هذا الشكل الخاص به هو عبارة عن سيركل وهذا هو عبارة عن لاين وعامل إلى ميرور فحتى نعمل هذا الشيء بالبداية راح نذهب على سيركل ونختار سيركل على سبيل المثال بمقدار عشرين أضغط انتر أوكي حاليا هذا السيركل بمقدار عشرين راح أعمل إليه أوفست بعد أختار ثرو أوكي وأعمل أوفست على سبيل المثال بمقدار خمسة إلى الداخل أوكي بعد ذلك حتى نرسم هذه الخطوط مثل ما تلاحظ راح أعمل لاين أوكي بعد لازم أشغل الاسناب عامل تشغيل لكل الاسناب فرح أخذ من هذا المكان على سبيل المثال بهذا الطول أوكي وأضغط انتر بعد ذلك راح أعمل لهذا اللاين أعمل إلى ميرور أوكي ميرور انتر حددت بعد انتر راح أختار كوادرنت أوكي بهذا الطريقة وأضغط انه حتى يبقي الشكل الاساسي مثل ما تلاحظ هذا هو الشكل اللي أريد أرسمه حاليا راح أعمل لاين في أي مكان انت تشوفه مناسب ربما هذا على سبيل المثال أعمل الأورث مود أفعله وأعمل لاين وبعد ما عملت لاين راح أضغط على لتريم أستخدم لتريم حتى أمسح الزوائد اللي موجودة في اللاين أوكي بهذه الطريقة أيضا راح أمسح الزوائد اللي موجودة بالسيركل أوكي هذي الزوائد بهذه الطريقة حاليا آآ هذا الشكل أصبح جاهز فقط أعمل آآ الهاشت أوكي ويكون بسولد آآ إذا انت شفت الشكل يعني بإمكان أن تزحف هذا أوكي أو ترسم لاين جديد ترسم لاين جديد حتى يكون أوضح بإمكان أن تغير مسارا في هذا المكان انتر بعدة تريم أوكي وتبسح الزوائد حتى يكون الشكل واضح ومناسب مع الشكل اللي موجود في الصورة حاليا آآ راح آآ لو وتلاحظ أنه هذا الشكل يبعد بمسافة خمسمية وخمسة وستين لكن آآ ارتفاع هذا أو القاعدة هي مية في راح يكون الارتفاع من هذه النقطة إلى هذه النقطة أربعمية وخمسة وستين فحتى يكون هذا الشكل في مسافة أربعمية وخمسة وستين راح أستخدم آآ أاخذ هذا أوفست بمقدار أربعمية وخمسة وستين بالإمكان أن تحسب مسافة من خلال هذا وتحسب المسافة المطلوبة لكن راح أستخدم طريقة سهلة وهي أوفست أوكي نفس الخطوات راح يكون بمسافة أربعمية نفس المسافة مثل ما ذكرنا خمسمية وخمسة وستين طرح مية راح يكون الناتج أربعمية وخمسة وستين راح يكون أربعة ستة خمسة أوكي أربعة ستة خمسة أضغط انتر أوكي فالمفروض هذا راح يكون على في هذا المكان راح أخذ هذا موف حديد الشكل انتر من السنتر لازم يكون السنتر على سنتر هذا اللاين أوكي بهذا الطريقة أوكي ربما غلط راح أعيده موف أخذها من السنتر من السنتر سنتر الدائرة هذا السنتر أخذها لازم يكون بيربانديكولر هذه بالإمكان أن تلغي كل هذه العناصر وتبقي فقط بيربانديكولر هذه أوكي حاليا مضبوط راح أمسح هذا أوكي بهذه الطريقة حاليا بعد ما كملت راح أعمل آآ هذا الإيرث هذا الشكل الإيرث راح أعمله بالاستخدام أوتو كاد الكهرباء فحتى نعمل هذا الشيء راح أستخدم اللاين راح أخذ من هذه النقطة أوكي آآ ربما يكون بهذا البعد حاليا راح أعمل آآ فعل الآرث مود لا لاين فعل السناب بالكامل حتى تكون آآ الرسم دقيق فعل السناب لاين من كلال هذه النقطة بمسافة تقريبا خمسين آآ أو أكثر أتوقع أكثر من خمسين راح أستخدم آآ بهذه المسافة أوكي مية وخمسين أوكي راح أبعد بمسافة مية أوكي بالإمكان أن تنزل بهذه الطريقة أوكي وبعدها أوكي راح أعمل أوفست أوكي لهذا الشكل بمقدار على سبيل المثال أقل من عشرة أو يكون خمسة أوفست أوكي هذا بمقدار خمسة للأسفل وهذا أيضا خمسة للأسفل وهذا أيضا خمسة للأسفل أوكي حاليا بعد ما أكملت راح أستخدم اللاين وأخذ من هاي النقطة إذا هذه النقطة على سبيل المثال وأضغط بعدها أستخدم حتى أمسح الزوائد أوكي وأيضا أستخدم حتى أمسح هذا اللاين بالكامل أوكي الحاليا راح أستخدم الميرور هذه الميرور وأحدد كل هذه العناصر الخطوط ومن خلال هذه النقطة راح يكون هذا الشكل أوكي راح أستخدم هذه أيضا أحددها بالكامل أوكي هذه أحددها بالكامل بهذه الطريقة أحددها بالكامل وأضغط على ميرور من على سنتر هذه للأسفل راح يكون بالجهة الثانية أوكي حاليا استخدمت أوتوكاد الكهرباء بالطريقة المبسطة بالإمكان أن تبعد الخطوط لا يوجد أي مشكلة بالإمكان أن تبعد ها إلى الأسفل التي تبعد بين خط وخط لا يوجد مشكلة حسب تصميم بعد ذلك راح أرسم الفريم الموجود بالأسفل مثل ما تلاحظ هذا الفريم الموجود بالأسفل هذا الفريم الموجود بالأسفل مثل ما تلاحظ بالبداية هذا اللاين الرئيسي أوكي في موجود للأعلى وبعد ذلك يعمل الفريم أو الفريم اللي موجود في هذه الاسفل فاول شي راح استخدم حتى ارفع هذا الخط الى الاعلى اوكي راح استخدم على سبيل المثال بمقدار عشرة عشرة الى الاعلى اوكي راح استخدم حتى امسح هذه الزوائد اوكي بهذه الطريقة واضغط انتر اوكي بعد ذلك راح استخدم اختصار يضيف الي هذا الستركتر او بالامكان ان ترسمه بالطريقة المعتادة اللي شرحناها يعني بالخطوات او بالادوات اللي مستخدميها لكن في اختصار اللي هو اختصار تي بي هاذا تول اوكي هاي التولز اوكي راح استخدمها وفي العديد من العناصر فرح اذهب الى الستركتر هذي وانزل للاسفل التشانل هذي استخدمها اوكي راح اضيفها في اي مكان على سبيل المثال واغلغ النافذة اوكي هذا التشانل راح اضيفه في هذا المكان لو تلاحظ انه هذا التشانل ارتفاع مية اوكي راح اختار التشانل ارتفاع مية فاحدد التشانل هذا مثل ما تلاحظ هذا السهم اللي موجود بالاسفل اضغط عليه راح تطلع لي العديد من العناصر فاختار مية اوكي حتى يكون الشكل مطابق اوكي راح استخدم مثل ما تلاحظ انه نهاية هذا العنصر اللي اضفته راح يكون مع هذي الحافة فراح احدد العنصر انتر وبعدها اضغط على هذي النقطة واضيفها مع هذي النقطة حاليا راح استخدم الميرور هذي اوكي من خلال على السنتر هذي الاسفل اوكي بحث ذلك راح استخدم حتى اضيف هذي الخطوط مع العناصر اوكي اضيف هذي الخطوط مع العناصر اللي استدعيتها اوكي راح هذا مع هذي انتر وهذا راح يكون ايضا مع مع هذي انتر راح استخدم تريم حتى امسح الزواد نفس ما موجود في الصورة اوكي نفس ما موجود في الصورة ايضا بعد اه للاعلى بالامكان ان تستخدم الميرور تحدد هذي انتر الميد بوينت اوكي نو اوكي اضاف لي هذا الخطوط او بالامكان ان ترسم لاين واضيف عليه او تمسح الزواد اوكي حاليا تقريبا القاعدة او الفريم هذا ايضا كمل مثل ما تلاحظ حاليا بقت عندي هذي الاقفال اللي موجودة في الزوايا راح استخدم السيركل حتى ارسمها فراح اول شي راح اروح على هذا المكان على سبيل المثال واختار سيركل بمقدار 10 على سبيل المثال انتر اوكي راح استخدم الموف حتى انقلها على سبيل المثال في هذا المكان بعدها راح استخدم الاوفست الاوفست اوكي بمقدار خمسة راح يكون اوكي هذا هو القفل الاول من بعد ذلك راح استخدم الموف حتى اغير شوي في المكان اه ربا ما اعمل اطفالي اسناب حتى اختار المكان المناسب اوكي على سبيل المثال هذا المكان بعدها اخذ هذا احدده اختار اختار هذا المكان انا حتى اعمل تشغيل الاسناب حتى يكون الامر ادق واختار هذه الزاوية على سبيل المثال وبعد اختار هذه الزاوية اوكي وهذه الزاوية اوكي انتر اوكي حاليا استخدمت في الاماكن العليا فبهاي الطريقان استخدمنا السيرقل حتى نرسم هذه الاغطال ان شاء الله يكون الفيديو واضح حتى الفيديو ما يكون طويل راح اعمل في هذا الاسبوع ان شاء الله تكمله لهذا الرسم حتى ننهي هذا الموضوع ونستخدم مواضيع جديدة حتى نطور مهاراتنا في اوتو كاد الكهرباء اذا لحد الان غير اعمل لايك الرجاع اعمل لايك في الفيديو وايضا اكتب لنا تعليق اسفل هذا الفيديو الى هنا نصل وياكم الى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي والى اللقاء